لقي طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات حطفه غرقا داخل حوض مائي بمسكن أقاربه بقرية الملعب تخمارت في تيارت حيث لم ينتبه له أفراد العائلة ليعثروا عليه جثة هامدة بحوض مائي داخل مسكن العائلة والذي كان دون مراقبة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية رفقة مصالح الدرك الوطني لبلدية تخمارت لانتشال الجثة والتحقيق في ملابسات الحادثة